أعوذي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة تحليل بيئي الوحدة الحادية عشر التلوث الضوضائي ونواصل شرح مقاطع محتاجة هذه الوحدة واليوم نتناول في هذا المقطع مصادر التلوث الضوضائي أو نويس بوليشن سورسيس مصادر التلوث الضوضائي وسائل المواصلات مثل السيارات والبصات والدراجات النارية الطائرات بكل أنواعها تسبب التلوث الضوضائي عمليات البناء والتشييد كذلك الأجهزة الكهربية مثل ماكينات الويرش ماكينات الويرش وفي المنزل الخلاطة والمكنسة الكهربية وكذلك مكبرات الصوت ضوضاء مكيفة الهواء أيضا نضيف لذلك الأجهزة الكهربية في المنزل هناك مصادر طبيعية للضوضاء اللي هي الانفجارات البركانية الزلازل الرعد والعاصير والعاصير وصوت أمواج البحر ولكن ذاتي أثر قليل عند مقارنة بالضوضاء التي تصدرها الانسان لأنها تنخفض بزوال المؤثر يعني إذا كان هناك في عاصير أوراعد أو زلزال يكون في لحظة واختفى أما المصادر التلوث التي مصدرها الانسان فتكون مستمرة موجودة باستخدام دائم في حياة الانسان هنا صورة توضح بشكل واضح جداً طائرة قريبة من أسطح المنازل وتسبب إزعاج بالنسبة للناس السكان في هذه المناطق وهنا هذه الطائرة في مطار لندن هسرو بشكل واضح أنه يعني إزعاج الصوت يؤثر على الإنسان في هذا الشكل واضح وبيّن جداً لأنه وجود الطائرات بشكل قريب من أسطح المنازل بالصوت العالي وهنا في حيدرابات في الباكستان مدينة في الباكستان مستوى الزرابات يعني مستوى الإزعاج هنا في حيدرابات أنه خطير يعني موجود بالشكل واضح أنه جميع أنواع السيارات موجودة في هذه المدينة وتعتبر هنا المواصلات مصدر للتلوث الضوضائي في مدينة حيدرابات